أنا أريد سألك على حاجة مهمة جدا النهاردة مراهون أعطيه عمل مباراة محترمة جدا ومش بس النهاردة على مدار الموسم بس النهاردة حسيت مراهون كمان هو مش بس لعب الستة اللي هو بيعرف يقطع كرات وينهي هجمات على فريقه يعني لأ بينقل الكرة بشكل رائع جدا وش رجل خارجي شغال كرات طولية شغال كرات وسيارة شغال بيعملها بدقة كبيرة كمان شكرك يا كريم على السؤال لأنه هو السؤال إجابة السؤال هي بتحمل جودة اللاعب ده لازال مراهون ينظر زهبا في الملعب بالنسبة لي مراهون ماكسب كبير أو ينظر زهبا رجل أحب أنا مصطلحات جيميل التي تتريب في النص دي كده حباش تعدي مرور الكرام مراهون عطيه كريم هو الصفقة الأنجح للنادي الأهلي الموسم الحالي بلا شك موسم الحالي الموسم الحالي لأنه أنت بتتكلم أنه ممكن يجري نتكلم أنه في موسم في وقت من الأوقات كان دخول دخول لعيب زي أليو ديونجي كمسل إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي حمد فتحي موسم القبله كان بمسل إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي لعب كتير جدا ده دي الخريطة الحرارية لمراهون النهاردة كريم موجود في كل حتة في الملعب أنا دايما بطلق على مراهون أنه عطيه طلال للأهلي يعني بجيب اسمه اسم والده قبل اسمه دايما يعني أنه عطيه طلال مراهون هي أهم هدية حصلت للأهل السنة دي مراهون عطيه طلال للأهلي فهو مراهون يستحق الكثير يا كريم يستحق الكثير على ما يقدمه أنه لعيب ييجي من الاتحاد يروح النادي الأهلي ينتزع مكانه ويلعب أساسي يروح منتخب مصر يلعب أساسي معروي فيتوريا وينتزع قناعات الرجل وهو اللعب الأساسي في ظل موجود لعيبة إمام عشور قبل ما يرجع كان لعيب محترف طريق حامد كان مقدم موسم ولا أروح مع التحاجة ده وينتزع المكان ده في وجود في الملعب يا كريم تقريبا الرجل موجود في كل حتة في الملعب وقادر أنه يشتغل بالورك ريد ده وهجيب لك أنه قادر يشتغل لحد دي 94 ما شاء الله حتلي بقى كمان مراهون يا كريم النهاردة لما لعيب يلمس الكرة 104 مرة في مباراة 104 تمريرة طب دقة التمريرات كان موقفين دقة التمريرات كان مكريم النهاردة 94% ده أول طب الرقم ده رقم عظيم ده توني كروس فيه رقم مهم جدا يعني عشان بس الناس بتقول الحد قال على منورة عطيتوني كروس لعنا رصد أنه دي النسبة جودة التمرير دي نسبة جودة التمرير بتاع توني كروس في أوروبا يعني وقفل طبعا مع الفرق عشان محدش يقول الحد قال لك منورة عطيتوني كروس المهم جدا ممكر التمريرات كلها تكون الخلف ممكر التمريرات كلها تكون تمريرات السهلة حتى بالمناسبة ده صعب ومش سهل لكن خليني أقول لك كمان حط فوق ده أنه عنده رقم النهاردة عظيم جدا 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 وقل ما يتواجد في الملاعب المصري ألا وهو الرجل عامل 11 باص طولي دقته كان فيه من 10 من 11 دي صعب جدا أنه عندنا مشكلة أصلا في اللونج باص في مصر كلها فأنت لما يبقى عند العيب مركز 6 كمان مش 8 العيب مركز 6 بيتواجد وأنه يبقى الاعتماد كل الفرقة عليه طول الوقت لأنه ينمس الكرة 104 مرة فأنه يبقى عنده 11 باص طولي فيهم 10 صح رقم عظيم جدا جدا الأكتر أنه الأعلى استخلاصا في المباراة النهاردة فوق كل ده الأعلى استخلاصا بـ 12 استخلاص خلال المباراة اعتراضين للكرة من تصوبتين للإسماعيلي وعمل 2 انترسابشن غير البلوكين اللي عملهم لمهاجمين الإسماعيلي فبتتكلم نهاردة كمل بقى كمل بقى نشوف مروان عمل إيه وده جزء من كل اللي عملوا مروان عشان الوقت